شهد السبت الماضي السادسة من مايو انتخابات المجالس المحلية للشباب والذي ترعاه وزارة الشباب التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عدد من البلديات احتضنت الحدث الانتخابي وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين لينتج عنه مجلس محلي للبلديات من فئة الشباب نحن نطالبه الحكومة ونطالبه وزارتنا وزارة الشباب أنها هي دير ملتقاءات وزيد تزرع الشيء هذا للشباب اللي هو الانتخابات المجالس المحلية وش ندورها وتحفز الشباب وتخلي الشباب متهيئة للأمور هذه للابتعادة للأماكن الأخرى ويتجه للانتخابات والسن المتهيئة للانتخابات المجالس المحلية من سن 18 إلى سن 35 سنة يعني شاب في عمر الزهور ينطلق يجيه يتجه للانتخابات هذه يقدر أنه هو يأسس نفسه سياسيا بهذه المجالس من كل قدام نشوفوه في مراتب يبدأ متهيئة يعني نشوفه مرتدان في وزارات نشوفه في مجالس البلدية وتهدف وزارة الشباب من خلاله إلى تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرارات وتمكينهم من الانخراط في المجالس المحلية للشباب على المستوى المحلي والوطني ولتحقيق هذا الهدف طلبت الوزارة من الشباب المستهدفين الانخراط في عمليات التصويت والتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ورغم التحضيرات والتجهيزات المكثفة والوجود الأمني في كل مراكز الاقتراع إلا أن القائمين على الحدث اشتكوا من ضعف الإقبال على بعض مراكز الانتخابات بمناطق أخرى بالإضافة إلى ضعف التغطية الإعلامية المطلوبة لتغطية هذا الحدث القائمون على انتخابات المجالس المحلية تأملوا خيراً في المحافظة على استمرارية هذا الحدث بدعمه من الحكومات المتعاقبة واهتمام الإعلام به وتمكين الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في صنع القرارات المحلية دائماً البدايات ما يكونش الإقبال فيها قوي فيبوا الشباب ياخدوا مرحلة لباس بها من التوعية بأن هذه المجالس شن هو دورها وعلى شو أهميتها فمع الوقت مع استمرار الدعم والعمل الإعلامي يعني شيئاً فشيئاً أو خطوة بخطوة يبدو إن شاء الله هما مستوعبين للفكرة ونلقوا بعد عامين إن شاء الله بعد انتهاء ولاية المجالسة هي في إقبال أكتر على الموضوع نهيك على مثلاً تحديات الأخرى